برده كابتن معلش النقطة دي مهمة أصلها هل الاربع يعني كل ثلاث يام مباراة ده حيفرق من ناحية ان احنا بنقول ان ضغط المباراة ده بعد اه صفر ومروحهم جاي ولكن في النهاية كنت بتلعب ماتش كل اسبوع هل ده حيفرق؟ لا يعني انا بقول ان لعبة النادي الاني بشي تتأثر عشان هم جايين من راحة سلبية كويسة اه 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 احب تقول ان الراحة السلبية لست يام دي هي دي اللي هتخليهم يكمبلوا اه طبعا طبعا بدليل ان احنا شفناها في المباراتين شفناها في المبارات الاولى وشفناها في المبارات تانية انت يعني انت لو بتجي تتكلم مثلا على مواقف واحد ده واحد في اي منطقة في الملعب كانت في صالح لعبة النادي الاهلي ايه لما تيجي تلاقي مثلا سنائيات سرعة في صالح النادي الاهلي لما تيجي مثلا قوة على الارض بتلاقي صالح النادي الاهلي لما تيجي مثلا بتلاقي حاجات مثلا الحاجات العالية في صالح النادي الاهلي فبالتالي لا انا في رأيي انه هو ان شاء الله بإذن الله هتلاقي لعيبة النادي الاهلي في الفترة اللي جاية رغم ضغط المباريات هتلاقيهم الراحة السلبية اللي حصلوا عليها هتساعدهم بشكل كويس قوي ان هما يقدوا الاربع مباريات بشكل قوي جدا جدا